تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فقامة الرئيس هاكايندي هشيليمة رئيس جمهورية زانبيا الصديقة أعرب فيها فقامة عن خالص تهنيه بمناسبة تولي سمو حافظه الله مقالد الحكم متمني لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله مفور الصحة ودوام العافية هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه رسالة جوابية لفقامته ضمن سمو حافظه الله خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر متمني لفقامته مفور الصحة والعافية